أنت لك أن تعبر هذا هو النظام الشرع الإسلامي تكلم بمن تشاء وعن من تشاء كما تشاء حتى في القضايا الفكرية والسياسية هذا غير متخصص كيف تتكلم في غير تخصص تفرق بين الأفكار وبين التخصصات فيه إنسان عنده فكرة معينة يريد أن يقولها فكرة تربوية فكرة سياسية فكرة ثقافية فكرة اجتماعية وتناقش وتحاور إن خرجت عن إطارها يعرف الإنسان نفسه أنه سيكون محاسبا على ما قال أمام جهة قضائية مسؤولة فيتعود المجتمع لا خوف على مجتمع نهضة وربي على أن يقول لا خوف مطلقا لا من مسؤول ولا من صغير ولا من كبير طبيعة الحرية طبيعة التعبير أن الإنسان يعبر عن إنسانيته حتى يا أخي لو افترضنا أنه أخطأ في لحظة من اللحظات مجموعة من الصحابة أخطأوا فيما جالس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ومضت العبارات وكان يسكت النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يقدر الحالة